من ضمن ذلك من تزكية كثرة قراءة القرآن أو ممكن نقول ذكر الله عموما وأفضل الذكر أعلى ذكر بعد الاذكار الواردة الصباح والمساء وما بعد الصلاة هو قراءة القرآن أفضل الذكر قراءة كلام الله الذي لا يتيه الباطل من بينه ويديه ولا من خلفه ولذلك في قراءة القرآن وردت حديث خاصة في فضل قراءة القرآن لماذا؟ لأنه أعلى كلامه وفيه كل شيء تسخي القلوب لا أقول ألف لا من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف ولكل قارب بكل حرف عشر حسنات وقربوا واحد مننا يقرأ القرآن جزء يقرأ جزء من القرآن متواصل أو يقرأ صورة البقرة كاملة متواصلة أو يقرأ جزئين متواصلة أو خطة حمسة وينظر نفسه قبل القراءة وبعد القراءة كيف الرحة النفسية؟ هذه تزكية أو يسمع يستمع للقرآن تأثير غريب عجيب حتى على غير المسلمين تزكية ويأتي الذكر بعد ذلك الأذكار الأخرى وأفضل ذكر هو لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وهنا ممكن أعطيكم بعض الأشياء إنه الإنسان والاستغفار استغفار الصيق إن كان الإنسان ممكن يبدأ بالاستغفار كل يوم ثلاثمائة مرة ويبدأ مثلا لا إله إلا الله كل يوم مئة أو مئتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة كل يوم الصباح وانظر نفسك بعد أسبوع أو بعد شهر ستجد نفسك اختلفت عما قبل حتى في خفتك وثقلك في حياتك سبحان الله